اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم بتاعنا في قاع البحر وبتظهر السمكتين كورال ومارلين وبيفضلوا انهم يتناقشوا في الاسماء اللي هيسموها الاولادهم اللي بنعرف ان عددهم ربعميد سمكة وبطول كورال لجوزها انها هتسميهم كلهم نيمو لكنه بيقولها انهم هيسموا واحد بس نيمو انها مالبقى لأ ولكن فجأة بيهاجمهم سمكة ارش وبيفقد مارلين الوعي بعد ما حاول انه هو يدافع عن كورال والربعميد بيضة بتوع السمك بعد فترة بيفوق مارلين وبيدور على كورال ولكنه مش بيلاقيها وبيلاقي بيضة واحدة من اولاده فبيقول انه هو هيسميه نيمو بيكبر نيمو وبنشوفه وهو بيصحي ابوه وهو متحمس وده لانه هيبقى اول يوم ليه في المدرسة وبيسأله والده اذا كان فعلا جاهز انه هو يبدأ دراسة وبياكد له نيمو انه هو جاهز للمدرسة وبيطلب منه انه هو ما يقلقش عليه خالص اما في الطريق فبيكون والده خايف عليه من كل حاجة حواليه وبيوصلوا بعدها للمدرسة وهناك بيودع مارلين ابن نيمو وبيقوله انه هو هيجي ياخده بعد اليوم ما يخلص بيجي الاستاذ ريه علشان ياخد السمك في رحلة استكشافية في قاع المحيط ولكن بيروح نيمو ومجموعة من صحابه لمنطقة البحر المفتوح وبيظهر سفينة من بعيد فبيتكلموا مع بعض عن الحاجة الغريبة دي وبيتفق صحابه انه هم يروحوا لهناك عشان يشوفوا الشيء الغريب ده وبيطلبوا من نيمو انه هو يروح معاهم ولكنه بيرفض فجأة بيظهر والده وبيزعق له لانه كان هيروح مع صحابه ولكن نيمو بيأكد له انه هو ما كانش هيروح معاهم وبيضايق طبعا من خوف ابوه الزايد عليه بيفضل السمك الصغير يتريع عليه لانه بيخاف من كل حاجة ولكن نيمو بيتعصب عليهم وكمان بيزعق على ابوه وبيقوله انه هو بيكرهه لانه بيخوفه من كل حاجة حواليه بيدخل الاستاذ ري وبيفضل انه هو يتكلم مع مارلين ولكن فجأة بيصرخ باقي السمك لما بيلاقوا ان نيمو قرب من السفينة وفجأة بيظهر مجموعة من الغواصين وبيصطادوا نيمو وبيجري مارلين بسرعة والاستاذ ري علشان يحاولوا انه هم ينقذوه ولكنهم ما بيقدروش يعملوا حاجة بيفضل مارلين يجري بسرعة ويسأل السمك اذا كان حد فيهم شاف المركب لحد ما بيخبط في سمكة اسمها دوري ولما بيسألها بتقوله انها شافت مركب رايحة من طريق معين وبتطلب منه انه هو يروح وراها وهي هتوصلوا لها لكن فجأة وهم ماشيين بتزعق دوري لمارلين انه ماشي وراها ولما بيقولها انه هي اللي طلبت منه انه هو يمشي وراها علشان يوصلوا للمركب بتتأسف له وبتقوله انها بتعاني من مشكلة النسيان وبتفضل انها تتصرف بشكل غريب وبيقرر مارلين انه هو يسيبها ويروح يدور على نيمو ولكن فجأة بيظهر قدامهم سمكة ارش عملاقة بيتكلم معاهم سمكة الارش وبيعزمهم على الحفلة اللي عاملها وبتوافق دوري انها تروح الحفلة ولكن مارلين بيكون خايف من شكل الارش وبالذات انه هو عاوز يروح يدور على ابنه ولكنها بتقنعه وفعلا بيروح معاهم اما هناك بقى فبيلاو ان فيه سمكتين ارش كمان وبيبدأوا ان هما يتكلموا وبنعرف ان هما عاوزين ياخدوا قرار ان هما يوقفوا ياكلوا السمك وده لان كل السمك لازم يكون صديق لبعضه مش يهاجم بعضه ولا حاجة وبتتكلم معاهم دوري وبتقول لهم انها عمرها ما اكلت سمكة في حياتها وبيفضل كل السمك يسقف لها وبيتكلم بعدها مارلين وبيقول انه سمكة كوميدية جدا وبيتحمس باقي السمك انه هما يسمعوا مارلين ولكنه فجأة بيشوف ندارة لواحد من الغواصين وبيفتكر مارلين انه هو يدور على ابنه نيمو بيحكي اللي باقي القروش عن اللي حصل لابنه وطبعا بيتأثروا جدا وبيقرروا ان هما يساعدوا بيروحوا بسرعة للندارة اللي واعت من الغواص وبيلاقوا عليها كتابة ولكنهم ما بيقدروش يفهموا هو ايه اللي مكتوب عليها ده بتسأل دوري القروش اذا كانوا يعرفوا اللي مكتوب على الندارة ولما بيحاول مارلين انه هو ياخد منها الندارة فبيجرحها من غير ما يقصد وفي الوقت ده بيشم واحد من القروش رحة الدم بتاعها فما بيقدرش انه هو طبعا يمنع نفسه وبيفضل انه هو يعجمهم علشان يكلهم ولكن باقي القروش بيحاولوا انه هما يفكروا بالوعد اللي اخدوه على نفسهم ما بيقدرش القرش طبعا انه هو يمسك نفسه وبيفضل يجري وراهم لحد ما بيلاقوا نفسهم جوه مصورة وفيها صاروخ فبيرموه لبرة وبيدخل الصاروخ في بق القرش وبيحصل انفجار قوي جدا بنروح بعدها لنيمو اللي بيظهر في حود سمك في عيادة وبيكون خايف جدا وبيبص الدكتور على نيمو وبيقول للمريض انه هو قدر انه هو ينقزه في اخر اللحظة ويحطه في المياه بعد ما استاضه من المحيط بيتلمح حواليه باقي السمك اللي كان في الحود وبيفضلوا انهما يتعرفوا عليه وبيحاولوا كمان انهما يطمنوه ولكن نيمو بيقول لهم انه هو عاوز يرجع لابوه باي شكل بيظهر فجأة طائر في الشباك وبيسألهم عن نيمو فبيقولوله انه هو سمكة جديدة جابها الدكتور من المحيط بيمسك الدكتور بقى صورة بنتخته وبيتكلم مع السمك وبيقول لهم انها هتوصل الاسبوع الجاي وان نيمو هيكون هو هديته لها بيعرف نيمو من السمك ان اسمها دارلا وانها متوحشة وقتلت سمك كتير قبل كده بيترعب نيمو وبيتحشر في مصورة طبعا من كتر الخوف ولكن فجأة بتظهر سمكة اسمها جيل وبيقول لهم محدش يساعده وانه لازم يساعد نفسه وفعلا بيحاول نيمو وبيقدر انه هو يخرج من المصورة بنرجع للمحيط مرة تانية وبنشوف ان الضارة وهي بتقع من دوري وبيزعل مارلين لانه كان الامل الوحيد انه هو يوصل لنيمو في الوقت ده بيشوفوا ضق صغير جاي من بعيد وفجأة بيلقوه متعلق في سمكة مفترسة وبتحاول انها تكلهم ولكنهم بيهربوا منها بتقدر دوري بعد كده انها تقرأ اللي موجود على الماسك وبتعرف عنوان الدكتور وكمان اسمه وبيفرح مارلين ان دوري افتكرت كل اللي قارته على الماسك وفي صندوق السمك بيتفق السمك كله بقى انه هم يعتبروا نيمو صاحب ليهم وبيقول جال انه هو مش هيسمح لدارلا انها تقتله زي باقي السمك اللي قبل كده وانه هو عنده خطة علشان يحمي نيمو منها وكمان يقدر انه هم يهربوا من السندوق ويرجعوا للمحيط بيقول لهم جال ان نيمو هيستخبها جوه فلتر الحود وهيحط جوه طوبة وساعتها الحود هيتوسخ ولما يجي الدكتور علشان ينظفوا ويحطهم في اكياس هيتضحرجوا كلهم وهينطوا من الشباك ويرجعوا للمحيط بنرجع مرة تانية للمحيط وبنشوف مارلين مع دوري وبيسألوا السمك هما ازاي وصلوا لسيدني وبيقول لهم السمك على الطريق وبيقول لهم كمان انه هما هيعدوا على مضيق كبير جدا ولازم يعدوا منه ولكن لما بيوصلوا لهناك بتنسى دوري اللي قالوا السمك وبتقول لمارلين انها حاسة انه هما لازم يدخلوا من جوه المضيق ولكنه بيرفض وبيتحركوا من فوقه بيقرب منهم انديل البحر وبيلدخ دوري وبيحاول مارلين انه هو يساعدها ولكن بيتجمع حواليهم عدد كبير جدا من الاناديل وبتفضل دوري تنط على دماغهم فبيفهم مارلين ان الراس مش بيأذي فبيقول لها انه هما هيلعابوا لعبة وهي انه هما هيفضلوا ينطوا على راس الاناديل واللي يوصل في الاول هو اللي هيكسب وبيوصل مارلين الاول وبيكون هو اللي كسب في اللعبة دي بنرجع مرة تانية لنيمو اللي بيتكلم مع جيل وبيسأله نيمو هو حاول يهرب قبل كده ولا لأ فبيقوله جيل انه حاول كتير جدا وبرغم من المرات اللي فاتت فشلت الا انه مصمم يحاول مرة تانية وده علشان السمك ما تخلقش عشان يعيش في احواض السمك بيفضلوا يتابعوا الدكتور لحد ما بيسيب الاوضة وبيخرج فبيدخل نيمو جوه الانبوبة وبيرميلوا جل الحجر علشان يحطوا جوه الفلتر وفعلا بيقدر نيمو انه هو يحط الحجر في الفلتر وبيرجع مرة تانية للحوض بنرجع لمارلين بقى اللي بيلاي نفسه على ظهر سلحفة اسمها كراش وبيطلب منه مارلين انه هو يوصله للساحة للشارئي لاستراليا ولكن بيضحك السلحفة وبيقوله انه هو هناك بالفعل وبيفضل مارلين يدور على دوري وبيلاقيها وبيشوفها وهي موجودة على ظهر سلحفة تانية وبتلعب معاهم بيستغرب مارلين لما بيلاي ان السلاحف بترمي اولادها الفوق ويسيبوهم علشان يتعلموا العوم وبيجري على السلاحف الصغيرة علشان يساعدهم ولكن كراش بيمنعه وبيقوله انه هو اللازم يسيبهم علشان يتعلمه ازاي انهم يعتمدوا على نفسهم بعد كده بنشوف مارلين وهو بيحكي للسلاحف الصغيرة قصة خطف نينو ابنه وبتفضل كل الحيوانات والطيور تحكي لبعضها على اللي حصل وبيعرف الطائر صاحب السمك اللي موجود في الحود ان مارلين وصل للساحل الاسترالي علشان يدور على ابنه بيطير بسرعة بقى الطائر عشان يوصل لنينو ويبلغوا باللي حصل وفعلا بيوصل لهناك وبيقول لنينو ان مارلين حارب القروش والاناديل وكل الاسماك المفترسة علشان يقدر ان هو يوصل لاستراليا ويلقيه فبيطلب جل من السمك ان هم ما ينضفوش اي حاجة علشان الحوض يتوسخ بسرعة بنروح لمارلين بقى اللي بيودع كراش وباقي السلاحف علشان يكمل رحلته للساحل الاسترالي ولكنهم بيتوه في النص وما بيكونوش عارفين يوصلوا ازاي لحد ما بيلاقوا سمكة من بعيد وبيحاولوا ان هم ما يتكلموا معها ولكنها بتكون حوض ضخمة جدا وبيقرب منهم بسرعة وبيبلحهم وبنرجع للعيادة مرة تانية وبنشوف الحوض وهو متوسخ جدا طبعا من عماي للسمك اللي جواه وبيقولوا الدكتور ان هو لازم ينضف الحوض في تاني يوم وبيفرح نيمو جدا وهو بيسمع الدكتور وبيقول كده وبيقول جل ان الخطة نجحت تماما وان هو هيشوف والده في اقرب وقت وفي بطن الحوض بقى بيكون مارلن متعصب وعاوز يخرج ولكن دوري بتفضل تلعب بكل هدوء وبيقول لها مارلن انه وعد ابنه انه مش هيسمح انه يحصل له اي حاجة وحشة لكنها بتقوله ان ده وعد غريب لان محدش يقدر يمنع اي ضرر عن اي حد مهما حاول انه هو يحميه وانه هو بالغ في اهتمامه بنيمو وانه هو لازم كان يعوده انه هو يعتمد على نفسه وكمان يواجه الصعوبات اللي بتقابله بيتحرك بعد كده لسان الحوض مرة فجأة وبيخرجهم من الفتحة اللي موجودة في ظهره ولما بيطلعوا من المية بيلاو انهم وصلوا للشط وان الحوض كان قاصد اصلا من البداية انه هو يساعدهم وبعد كده بيسحى السمك اللي موجود في الحوض تاني يوم فبيلاو ان الحوض نظيف جدا وان الدكتور حط جهاز تعقيم موجود في الحوض وان خطتهم كده تبقى فشلت بياخد الدكتور نيمو وبيحطه في كيس وبتوصل دارلا وبيتخض كل السمك اللي موجودين في الحوض لما بيشوفوها بيشوف الطائر صاحب السمك مارلين ودوري وبياخدهم علشان يشوفوا نيمو اللي بيعمل نفسه انه هو ميت علشان ما تاخدوش دارلا معاها وفعلا بيقتنع الدكتور انه هو ميت وبيروح علشان يرميه في الباسكت ولكن بيوصل الطائر في الوقت المناسب وبيحاول مارلين ودوري مع الطائر انه هما ينقزوا نيمو ولكنه بينزل في فتحة الحوض بيوصل الطائر دوري ومارلين مرة تانية للبحر وبيكونوا زعلنين لانهم بيكونوا فاكرين ان نيمو كده خلاص مات وبيشكر مارلين دوري انها خرجت معاه في الرحلة وانها ساعدته علشان يوصل لسيدني وبيقرر انه هو يسيبها ويمشي بيخرج نيمو من مصورة الصرف وبيقابل دوري وبيسألها اذا كانت كويسة فبتقوله انها بتدور على حد لكنها مش فاكرة يبقى مين ده يعني فبيقول لها انه هو كمان بيدور على حد ولكنها فجأة بتفتكر وبتحكيره كل حاجة فبيعرف نيمو ان هي كمان بتدور على مارلين بيروحوا هما الاتنين يدوروا على مارلين وفعلا بيوصلوله وبيجري نيمو على مارلين وبيحضنه ولكن فجأة بتظهر شبكة صيد وبتستطد دوري ومعايا كمية من السمك فبيجري عليهم نيمو وبيطلب منهم انهما يضغطوا لتحت علشان الشبكة تتقطع بتنجح نصحته وبيقدروا انهما يقطعوا الشبكة وبتتحرر دوري ومعاها باقي السمك اللي كان في الشبكة وفي النهاية بيتكلم نيمو مع والده وبيقول له انه هو مش بيكرهه زي ما قاله قبل كده فبيطبطب عليه ابوه وبيقول له انه هو تعلم انه هو لازم يسيب نيمو يعتمد على نفسه ويعيش حياته بدون قلق او خوف زيادة وبيكملوا رحلتهم مع بعض في المحيط والحد هنا بيخلص الفيلم بتاعنا نتمنى ان الفيلم والحلقة بتاعنا يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوشوا اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلوكم من لنا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام